في بيحة الدكتور عماد شعلان عميد كلية الحسوب في جامعة البصرة جريمة تهز العراق وتوشح المواقع التواصل الاجتماعي تصدر اسم عميد كلية الحسوب جامعة البصرة الدكتور عماد شعلان الشاوي تصدر اسمه محركات البحث في جوجل وكل مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات اللي فاتت هزت في ضيحة مدوية لعميد كلية البصرة في العراق دكتور عماد شعلان الرأي العام بعد الكشف عن جرائم فساد أخلاقي وابتزاز وتورد فيها مع بعض طالبات الكلية وتمكن احد المتابعين عن كشف ممارسات العميد الغامضة من خلال تسجيل مقاطع فيديو عبر كاميرات مرأبة وازهرت المقاطع دي قيام الدكتور العميد عماد شعلان بابتزاز طالبات الكلية واجبرهن عن ممارسات جنسية قابل النجاح في المواد الدراسية ولم يرضخ لابتزاز العميد وعدت قليل من الطالبات بينما رافضت الغالبية العزمة الخضوع لمطالبه المشينة واثرت الفضيحة غضبا عرما في اوساط المجتمع العراقي وندد الكثيرون بسلوك عميد الكلية وطلبوا بمحاسبته وتم تشكيل لجنة التحقيق من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتحقيق في ملابسات القضية وتم اقاف الدكتور عماد شعلان عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات